يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليوم يوم عيد في الكرة المصرية من يومين كان يوم عيد اخر في الكرة المصرية الشكل الطبيعي المنطقي الاهلي في نهاي دوري عبطال افريقيا الزمالك في نهاي الكونفيدرالية بداية البطولتين دوري عبطال افريقيا والكونفيدرالية قلت انه الطبيعي والمنطقي الاهلي يبقى في النهاي في البطولة دي والزمالك في النهاي في البطولة دي مش علشان هم فرقتين من مصر وانا طبيعة الحال هتعطف معاهم او هسنانتهم لا علشان الاهل والزمالك في الوقت الحالي هم اهم فريقين في القرى الافريقية على مستوى اللاعبين على مستوى الاجهزة الفنية على مستوى الادارات على مستوى الجماهيرية على مستوى كل شيء الاستثناء ان الزمالك ما كانش هيبقى موجود في النهائي الاستثناء ان الاهل ما كانش هيبقى موجود في النهاية دورة عبطال الافريقية نيجي على الزمالك النهاردة زمالك وجهه سوء توفيق مش طبيعي في مباراة الزهاب امام دريمز في القاهرة سوء توفيق مش طبيعي وتخلص المباراة بالتعادل في مشهد مش طبيعي احنا كلنا قلنا ايه بعد المباراة المنطق يقول انه الزمالك كان يخلص المباراة دي اربعة خمسة مرتاح وانا قلت هنا وكنت بقولها بجرأة وبوضوح الزمالك بيلاعب فرقة بين قسين كده فرقة فاضية فرقة ضعيفة جدا فرقة هاشة جدا علشان كده بعد مباراة الزهاب قلت انا اوصلك ان الزمالك يقدر يرجع في مباراة العودة بشكل طبيعي عادي اللي كنت علقان منه بس الزروف الغير طبيعية اللي بتحصل فيه الملعب الافريقاي اللي هو الملعب وحش درجات حرارة ورطوبة جم وربي دايق كنت اعلام الحاجات دي وعلى فكرة الحاجات دي كانت موجودة النهارده رطوبة عالية جماهير موجودة في المدرجات ملعب مش احسن حاجة فالزروف كانت صعبة بس الزمالك علشان دلوقتي شكله غير واقولك شكله غير ليه قدر النهارده يفوز بسلاسية نظيفة خارج ملعبه حتى لو الفرقة ضعيفة وسهلة وبسيطة بس دي مش حاجة سهلة انك تكسب تلاتة لشيء خارج ملعبك حمزة المسلوسة هدف اول اللي كان جاي بجورة في العرض لو تفتكروا ماتش الزهاب سامسون اكينيولا النهارده اكتشاف جوزي جوميس في الديئة 27 جابل هدف التاني ومصطفى شالب اختتم الاهداف في الديئة 59 طيب ليه الزمالك غير ليه الزمالك غير الزمالك غير بصراحة نجيبها من الراس بس من فوق الزمالك غير عشان فيه ادارة محترمة منك كزا بتحب النادي فعلا بتشتغل باخلاص للنادي موفرة الهدوء للنادي موفرة الهدوء للفريق بتدعم الفريق بتحل المشاكل المالية عند اللاعبين والاجهزة الفنية فالامور بقت مستقرة الى حد كبير من الادارة حلو حلو نيجي تحت شوي جهاز فني جوزي جوميس الموديل الفني البرتغالي لو تفتكروا برضو ما كنا مع بعض انا بحبش ايه انا بحب نرجع لللي فات وانا مع بعض جوزي جوميس من مطش نهاء الكاس اللي خسره الزمالك قلتلك انه ده ملمح مدرب جيد الراجل ده مبشر جدا الراجل ده الشكل وهينجح مع الزمالك وقلت ملمح ليه انه ما تقدرش تحكم عليه بدري بدري تفوت الايام وجينا قبل مطش الاهلي والزمالك في الدوري وجيت قبلها بيوم وقلتلك حتى لو جوزي جوميس خسر المباراة فده مدرب جيد وكسب المباراة يتعادل في مصر في القاهرة في مباراة الزهاب في نصف النهاء الكونفدرالية وكثير من الناس انتقادوه وتلقى تقولتلك المدرب جيد وهيقدر يعوض في مباراة العود النهاردة عمل مباراة عظيمة على مستوى الشكل التكتيكي للفريق على مستوى طريقة اللعب على مستوى التشكيل على مستوى التغييرات مباراة امتياز حلو حلو هاجل جوزي جوميس تاني بعد شوية بس لما اتكلم كمان على لعيبة نادي الزمالك لعيبة نادي الزمالك اللي موجودين حاليا ظلمه ظلمه بشكل مبالغ فيه مبالغ فيه كهر كهر اللعبة دي اتبهدلت انا اسف في اللفظ اللي هقوله ده اتمرمطت هجوم ونج على مدار الشهور اللي فات على سبيل المثال وليس الحصر حسام عبد المجيد ده مدفع سائق جدا وما ينفعش يلعب سامسون اكينيولا الصفقة المضروبة اللي جابها للزمالك ده مايلعبش في مركز شباب اقامش بقى عمر أمر جابر على مصطفى الزناري على دونجا كل اللعيبة دي التكلب بما فيهم مصطفى شاب كل اللعيبة دي التكلب هجوم وانتقادات والسبب واضح ادارة بكادش موفرة الهدوء ليهم وجهاز فني لو تفتكروا بتاع أسوريو في منتهى السوق بيزر اللعبين بشكل سايق جدا لانه شغلوا التكتيك والفني سايق جدا فاللعيبة دي تظلمت مش علشان قدرتها قليلة علشان فعلا اتبهدلت بعدم استقرار سواء إداري أو فني لقوا الاستقرار الإداري لقوا مدرم محترم ظهروا بشكل كويس نهاردة الزمالك كان شكله كويس ليه علشان حاجتين اقول حاجة ان رعيبة الزمالك رجع التاني تصق في نفسه اللعبين دي كان بتخاف او الله كان بتخاف كان بتترعب كان بتترعش لما بتلعب مع اي لأي فرقة سيئة فرقة انا ياسف يعني الزمالك يكسبها كده كان بأي فرقة تعمل مباراة على الزمالك ليه كانت الثقة في نفسهم معدومة تقريباً 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 رجعت الثقة بس عادي انا الزمالك انا لعيبة نادي الزمالك هنزل قدام فريق دريمز في غانا على ملعبهم وسط جمهورهم في درجات حرارة سيئة في الرطوبة عالية واكسب المباراة لطا لشيء